اشتركوا في القناة اكتب قصة بعنوان القلم اختراع عظيم وهل القلم اختراع عظيم قالت بهية بين وقت وآخر اشحظ قلمي وهذا يسبب له ألما فضيعا ولكنه بعدها يتجدد ويصبح أكثر حدا وهذا علمني أن أتحمل الآلام والمصاعد فإن تخطيتها أصبحت أكثر قوة وثقة بنفسي ولكن سيا منبهي كم أخطئ أثناء الكتابة صحيح من منا لا يخطئ؟ قال المنبه أنا أستعمل مباشرة الممحات التي تعلو رأس القلم فعرفت أن اتكاب الأخطاء ليس عيدا وإنما الإبقاء عليها وهل تعرف يا صديقي المنبه أين تكمل العظمة الفعلية لهذا الاختراع؟ طبعا في جماله انظري إلى خشبه اللماع الملون إن قيمته لا تكمن في لباسه الخشبي الملون بل في رصاصه من الداخل وما يسيل منه على الورق من كلمات فاضلة فالجوهر هو القيمة الحقيقية لا الشكل واللباس ابتسم المنبه وقال ما أجمل ما قلته عن القلم صحيح أبذانو نقتدي بالقلم لنترك وراءنا أثرا حسنا أينما حللنا ترجمة نانسي قنقر